رواتف الرعاية الاجتماعية تعزيز للبطالة أو تخفيض لمستوى الفقر هو عنوان حلقتنا اللي رحلناك شوية ضيوفنا اللي موجودين فيه السوديو سيدناب أمير المعموري هو أحد أعضاء لجنة العمل الميابي مساك الله برخير سيد أمير حياكم الله وشكرا لجنابك الكريم وتحية لجنابك وكافة المشاهدين الكرام شكرا والدكتور حيدر الدهوي أنا شين ممكن اليوم مع وصفك دكتور؟ شين الصفة؟ مواطن عراقي مواطن عراقي أفضل موهيتي زيب يابا يقول لك 2 مليون طلب مقدم أو 2 مليون ونص 2 مليون ونص 2 مليون ونص مقدم لشبكة الرعاية الاجتماعية للحصول على الرعاية الشهرية المعونة الشهرية زيب بلد عنده خزينة فيه خزينته مليارات وعده أطنان من الذهب يصير يكون عنده ملايين من العاطين من العمل العمل دكتور حيدر ها زيب بديت بيها مواطن العراق صحيح هنا ببطان طبعا إحصائية استقصائية زيب أنت جعل عدة الشعب العراقي يقولون 45 مليون تقريبا نصفهم تحت خط الفقر أخذها من عندي لأن هم قالوا أنا أقول إحصائيات أكثر يقولون 60% تحت خط الفقر من هو الذي لا يجد قوت يومه زينا وشنو خط الفقر حتى دا نقول هذا فوق أتعب رعاية الاجتماعية يعني ما عنده بيت سكن ما عنده بنى تحتية ممكن أن تخليه عشكا مواطن محفوظ الكرامة في هذا الوطن ما عنده هواي اليوم تشوف العشوائيات منتشر في كل مكان قوت يومه ما يقدر يحصل عليه إلا من خلال إحنا خلنا ندخل للمفاهيم الجدية والوقوف في إشارة المرور وغير مكان ما عنده قوت يومه ما عنده طريقة للعمل أن يحصل على المال بطريقة تضمن له حياة حرة كريمة وحتى ليحصل هذا المال ما يقدر دولار ما يقدر يحصله هذا اليوم يعني إذا يقدر يحصله خمس دنانين في اليوم ما يقدر يعيش لكن المئة وخمسين بين كهرباء ليست وطنية أهلية بين هذه الارتفاع الأسعار في السوق المحلية سعر صرف الدولار العراقي مقابل الديناء العراقي ارتفاع كبير جدا نسبة البطالة في المجتمع العراقي حتى لدى الخريجين من حملة الشهادات العليا أيضا لم يجدوا فرصة لهم في العمل في كافة التخصصات الشاب اللي ما عنده وسيلة للعمل يشتغلها مثلا مهندس وممتعين شي يشتغل هذا يعني ممكن يبيع شاي مثلا يتحول مثلا هندسة طيران ممكن يبيع مثلا كرزات يعني هذه المعادلة احنا اقتحت خط الفقر بمعنى أن هذا الإنسان لا تتوفر له البناء التحتية التي ممكن أن تهيله بأن يكون إنسان محصن إنسان ذو كرامة إنسان لا يمدئده لا يكون في حالة من العوز اليوم احنا جدنا نشوف هذه الحالات في المجتمع العراق كثيرا في مجتمع يعني في دولة ثرية في دولة غنية هاي الأموال تروح وين مصادر هاي الأموال زين شون تم معالجة الفقر في العراق حتى ننزل بالخط الأحمر إلى مستويات متدنية شون اللي حققناه من خلال وزارات متنوعة ومختلفة شو سويتها علي يا فد مرة ظلمة سيد السوداني صالة أسبوعين ثلاثة سابيع أو صالة يمكنها ربعة سابيع خل فد أوليات من ضمنها أنه نظام الرعاية الاجتماعية ورواتل للناس اللي تستحقها وخل فراق راح تبحث عليهم يعني ليش يجعل لا لا أنا ما أتحدث عن تجربة السيد رئيس الوزراء الحالي عن تجربة من 2003 ولي حد اليوم احنا عدنا تراكمات كثيرة جدا في حربين دخلنا هاي الحربين تركت آثار سدية على المجتمع العراقي هددتها في الجوع والحرمان انت الحصار كم سنة استمر الحصار على العراقي حتى اللي عنده تحت إيده ذهب باعه اللي عنده أثاث باعه اللي عنده حتى ملافذ القديمة هم باعها ما بقى شيء أنه يجلس على الأرض سنوات حصار طويلة حقيقة 13 سنة مؤذية جدا كانت على العراقي أصيبة بأمراض والطرابات نفسية تغير حتى في سلوكه اليوم احنا بعد 2003 شو اللي قدمناه المواطن العراقي حتى نحصنه احنا مو قلنا يا باك وسلح تيجي هاي السلة شنن ننتظرها المليانة مالذة وطاب من الغداء وين اليوم الطالب الطفل مضمون المستقبل احنا قدنا مخصصه على رواتب اول ما برلمان الاول والثاني وقالوا يا با هاي رواتب للطالبة وين رحت هاي الرواتب سمحني حتى نقضي على الفقر رح نسول في هاي النقاط سمحسون ان هاي المبالغ اللي قدموها هي لا تصد رمق لا تصد واحد مو اسرة سيد امير الرواتب احنا صراحة انا ما اعرف فيه شقد الرواتب بالاحراج قد يقدمه بوقت الحاضر شبكة رعاية الاجتماعية بس هي فعلا ما تصد رمق مثل ما قال الدكتور مساك الله بالخير الله بالخير تحية اليك ولضيفنا الكريم دكتور حيدر حياكم الله تعلم انت الان الموظف اساسا وهو يستلم راتب وبشكل منظم ولديه حوافز ولديه زوجية وأطفال ويعاني من عدم امكانية تزديد ما يحتاجه الى نهاية الشهر من خلال الراتب كيف ما اذا كان راتب الحماية الاجتماعية اكيد راتب الحماية الاجتماعية يعتبر راتب عانى لا يؤدي الغرض المطلوب ينتشر العائلة بشكل كامل مما هي تعيش فيه من مأساة وخاصة مع متطلباتها نحن نتكلم عن فئات مختلفة الحماية الاجتماعية لما نقسمها على الفئات العمرية لدينا هناك بالنسبة للنساء لمشمولات المرأة الأرملة وكذلك المطلقة والهاجر والعانس التي تبلغ عمرها 35 سنة هذه حاليا فقط المرأة والمرأة الكبيرة السن العاجز هذه خمس فئات فقط في المرأة أما بالنسبة للرجال كذلك وكذلك بالنسبة لدينا المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة لدينا الشباب وغيرها من الفئات الكثيرة الآن موجودة في شراح المجتمع للأسف هنا في هذه المظلة لما نتكلم عن شاب عاطل هذه الجريمة لدينا الآن في المجتمع العراق عاطل شاب خريج عاطل الاحصائيات خلال السنوات الماضية يعني خريجي البكالوريوس يشكلون حوالي أعلى نسبة هي توصل إلى 16% أو 20% خريجي البكالوريوس اللي هم أعلى نسبة يأتي بعدهم خريجي المعاهد والتقنيات خريجي الإعدادية هذه بدونه الدكتورة كذلك والماجستية الآن من فئة العاطلين كون معتهم أعمال مؤمنة حقيقية أضافة مع نحن الآن في هذا الوقت نعاني من تدهور القطاع الخاص وعدم الاهتمام في القطاع الخاص فأنا تكلمت مع جنابك الكريم في دائرة كون أحد أعضاء لجنة العمل نحاول تشريع القانون الخاص في قانون العمال اللي هو ينظم التقاعد العمال وعمل العمال وكيفية ضمان حقوقهم كيفية تكون يتساوى مع القطاع الخاص حتى نخلق فرص عمل كثيرة في هذا الجانب يتي فيما طرقت جنابك فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعية شبكة الحماية الاجتماعية الآن تحت هذه المظلة ممن هو يستلم راتب عددهم مليون وخمسمائة وفي تصاعد نهاية السنة كان المفروض يوصل في تصاعد نعم في تصاعد عجيب في تصاعد نتيجة الوجبة الثامنة أسأل مارك شبك أساذة زين مو زين يعني في تصاعد وانيشك لتنتكلم ونتحور مع جناب الدكتور معكم أعطيك قاعدة بيانات رسمية تعتبر مليون وخمسمائة نهاية السنة يوصلون مليون وسبعمائة كون الوجبة الثامنة داخلة الآن قسم من الوجبة الثامنة كملوا ميةهم وعدتهم ثلاثمائة مشمولين ووصلوا تقريبا مليون وسبعمائة يوضاف لها يصل إلى عدد مليون وسبعمائة بالمقابل النافذة ما زالت الآن مفتوحة بالنسبة لليوم 22 اليوم هي تقريبا عدتها مليونين وخمسمائة وليست مليونين ووصل مليونين وخمسمائة متقدم الآلية المتبعة في عملية الشمول أن الآن يقوم الباحث بعملية وفق استمارة معدة بالتعاون وزارة العمل مع وزارة التخطيط يقوم بعملية الكشف زيارة ميدانية إلى العائلة المعينة ويرفع قاعدة البيانات إلى وزارة العمل ترفع إلى وزارة التخطيط هنا وزارة التخطيط تحدد أن هذه العائلة تحت خط الفقر عن شمي يبحثون فرق البحث؟ فرق البحث لديها استمارة خاصة تبين فيها مستوى المعاشي لهذه العائلة طبعا هناك إضافة إلى الكتب التي ترسل إلى مديرية المرور وإلى التسجيل العقاري وكذلك إلى دائرة التقاعد يستلم راتب أو ما يستلمها كذلك موظفية الدولة تكون تقاطع في هذه السلسلة من إجراءات المتبعة بعد ذلك يتم شموله في عملية الراتب هذه الآن نحن نتكلم عن شريحة واسعة في المجتمع لكن هل هي وزارة العمل فعلا هو هذا عملها تقدم فقط عنها وراواتب اجتماعية بس قبل ما ننتقل لهذا السؤال وجوابه السمعت أن هذه الفراق تروح لبيوت الناس المقدمة تدور عندهم بلازمة عندهم ثلاجة إذا عدى تاكسي سايبة أو عدى سيارة أو ما أعرف إيش صحيح هذا الكلام أتمنى مو صحيح صراحة الباحث أنا أتكلم الآن كعضو مجلس نواب كجهة رقابية الجهة التنفيذية اللي يتمثله بالباحث يعتبر أحد الجهات اللي تابع إلى وزارة العمل لديه عدة قائمة تملة بالنسبة لما يمتلكه هذا الشخص السيارة بالنسبة لها مو ينظر لها إنه كتاب يروح لها دائرة المرور حتى نكون منصفين في هذا الموضوع وهذا لا يعني خط الفقر في هذه المسميات الحاجية تلبيت يعني يعني شوان ما خلي تلفزيون ما خلي اللي تلاجع شربه يبارد شوان يعني هذا المرور هو فقير يعني شوان ما يسيق هذا ليس معيار لمستوى خط الفقر لو لك يتمنيه مو صح الكثير من العوال للأسف البعض يستخدمها بهالشكل هذا الكثير من العوال هو لديه حاجيات كاملة لكن بنفس الوقت لديه أحد أفراد العائلة مريض وبحاجة إلى مبالغ لديه احتياجات خاصة أخرى هو بحاجة إلى فعملية الآن اللي تجرى من وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة العمل في عملية خط الفقر ودرج هذه العائلة كيف يتم تكيفها فيها كثير من العلامات الاستفام حقيقة حتى في عملية المتبعة في عملية الشمول يعني يمكن فرق بحث فرق تفتيش ما عرف شنو ممكن واحد يسميها بعد فرق بحث فرق استقصاء تدور عن حالة المعيشية وحالة الاجتماعية للعوائل العراقية واللي هم دون خط الفقر أو تحت خط الفقر أو ويا خط الفقر أو هم الفقر نفس والله ما أدري يعني سامحونا يا ناس بس والله العظيم مو بيدي يعني هذا الموضوع رح يطلب جهد ووقت لربما زين شنو ممكن أنا اليوم أختصر أو بغير صغير احنا اليوم هذول الناس اللي هم ويا خط الفقر أو دونه يحتاجون أساسا فرق للبحث المن سواء لحضرتك شوف كباحة الاجتماعية يعني رئيس الوزارة الحالية استلم تركها كبيرة جدا حقيقة وهو اشتغل في وزارة العمل وشوء الاجتماعي وكان ناجح في إدارته اللي هذه المؤسسة لكن أنا أسأل هاي الفرق الاستقصائية اللي حتروح تزور مليونين مليونة في خمس عائلة اشتغل حتى صرف بنزين اشتغل سيارات اشتغل حتى تروح في سيارات أجرة حتى تروح في سيارات الدولة اشتغل حتى تكلف الدولة من الميزانية صرف بنزين ومن يقود هذه السيارة ومنه حيروح ويا وشوان حيروحون إلى مناطق في بعض الأحيان في أطراف بغداد مناطق محافظات نائية هاي العملية مربكة أنا أشوفها عملية صدقة مربكة جدا اشتغل يحتاج لك انت زمن ووقت حتى تروح تزور مليونين وخمسمية وتفرز من خلال مليونين وخمسمية تقول هؤلاء مستحقين أو غير مستحقين حس إذا سويناها بالعكس المواطن راح للوزارة هم هذا المواطن حيتحمل عناء كبير ربما أجور نقل إلى الوزارة ورجعا بالوزارة ويتغدى بره ويشرب ماء من بره ويش راح تصير ومتداين تنذني الفلوس بالتأكيد وفضلا عن ذلك ماكو سقف يحتوي هؤلاء أو هذا العدد الكبير جدا في هذه الوزارة سنرى بك الشوارع تخيل انت تجيك توصل إلى وزارة العمل وشوري اجتماعي مليونين وخمسمية سيارة يعني تاكسي نفرات هذا ضغط على الشارع جهد يتحمل يعني نحن ما عدنا فد يعني فد نظام ممكن أن نسير عليه ما عدنا مثلا استقصاء في داخل مناطق ما عدنا تعداد للسكان حتى نعرف حاجات المواطن هذا اللي ساكن في هذا البيت يمتلك أو لا يمتلك تحت خط الفقر أو أعلى من خط الفقر احنا شون نقدر نرصد هذه الحالات اللي لم تكن هناك في داخل مناطقنا من يقوم بهذه الأعمال وترشح هذه الأسماء من خلال أما منظمات المجتمع المدني أو من خلال مختار المنطقة أو من خلال المجالس المحلية اللي موجودة في تلك المناطق حتى لا نريد عمل الوزارة الوزارة اليوم يعني مليونين وخمسمائة استمارة ترى فرزهم حتى فرزهم عملية صعب مش قد يحتاج هذا ورق من الدولة وطبع وعادة ومراجعة وأرقام ورئيس نفسه هو الوزير شو وقت حيوقع ذنين مليونين وخمسمائة ورقة منه حيقدر يفرز يعني جهد كبير جدا الحقيقة يعني كان من المفترض أن تكون هناك خطة تختصر هذا الزمن تختصر الوقت اليوم المواطن العراقي يتلوع يتضور يا أخي اليوم بطل الزيت وصل إلى 7000 دينار وهذا اللي كان بألف ونوص صار ب5000 دينار وكلما شوي تزيد العبوة كلما زاد السعر اليوم أجور النقل اتغيرت أجور قبول الأطفال بالمدارس اتغير المدارس بعيدة حتى عن أولئك المتعففين أو الوصلوا إلى تحت خط الفقر مدرسة بعيدة عنه يروح لها مشي قد يروح لها حاف القدمين ولا يمتلك شراء حتى حذاء ملابس للمدرسة حقيبة ما عنده كلما تأخرنا على هذا المواطن وحمايته بهذه المعونات البسيطة كلما تأخر هذا التلميذ عن وصول إلى مدرسته كلما تأخر المريض في هذه العائلة وصوله إلى الطبيب ما عندنا ضمان اجتماعي ما عندنا ضمان صحي هذه الأموال متى ستصرف وكيف تصرف يعني احنا أخوه ما نخلل المواطنين وقل له أنت جوعان يقول له ايه يقول له بعد سنة انتظرني حتى أنطيك أنا فدلكم أتخبوز هذا كلام هذا مو منطق احنا ما عندنا وسائل استقصائية صحيحة ممكن ميدانية ممكن أن رأسي تجيب لك هذه الأسماء يقول لك تفضل هذه الأسماء المعتازة في كل منطقة وخلي أدخل المختار لا أدخل المختار يجيب العدد الباحثين أخي مبالغ طائلة ستصرف على موضوع مو به الطريقين حل نعم رئيس الوزراء لأنه كان يعمل في هذه المنظومة وعمل وقدم ولكن مليونين وخمسمائة أخي موعدد قليل يعني هذا أنا أقول له أشركوا هؤلاء في مثلا في ورش لتطوير إمكانياتهم وقدراتهم بحسب إمكاناتهم واحد أدنى خيات نطور مقدراته نجارة نطور من قدراته ننطيل معونة بس ندخلها في ورشة تسقل هذه الموهبة اللي عنده أو العمل اللي عنده وتنطيل رغم هذا تنطيل معونة وتعلمه أنا مو بس أكله اليوم أنا يريد أن يكون إنسان منتج منتج لمستقبل حتى أولئك الذين ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عندهم ظروف استثنائية ملاعتهم في أن يكون إنسان عادي بسبب أي سبب كان دولة أيضا حتى لا يشعرون أن الدولة تعطف عليهم وأن الدولة تعتبرهم يعني كائنات فقيرة وممكن رعايتها دولة هم يحتاجون إلى رعاية نفسية واجتماعية تنتشلهم مما فيه من آلام واضطرابات ومشاكل وعقد نفسية قد تؤثر على حياتهم القادمة هذا إذا تأخر علي راتب المعونة يوم واحد تشوف يمر بحالة اضطراب كبيرة وشديدة إذن علينا أن نفكر يعني ونختار يش نجيب إحنا مستشارين ممن عملوا في هذا المجال ولديهم قدرات وإمكان وأسوا مسابق يا بي شون نحل هذه المشكلة ريا رئيس الوزراء أنت تحتويهم والوزير الحالي بإمكاناته وقدراته تعالوا يا أخوان إحنا عندنا مشكلات هل قد عدنا شون نحلها وشون نوصلها وشون نستطيع أن نعرف من المحتاج من غير المحتاج أقول لاش تبطيك رئيسا يعني دكتور حيدر ذكر فتقضية ذكر قال وراق وش قدر حصرف وقت ومجهود وكل هاي تفصيلات ممكن في يوم من الأيام أنتقل للحكومة الإلكترونية فرضا يعني يصير المواطن العراقي عبارة عن بار كود وباسورد ممكن يصدهي تشيعتكم في لجنة العمل النيابية أو في حتى وزارة العمل إحنا الآن نتكلم طبعا بعد التعداد السكاني أقصى على قانون مشرع رقم 11-2014 نظم هاي العملية الآن اللي نتكلم عنها هذه العداد الآن توزع لكن للأسف إحنا وين الخلال اللي كان عدنا موجود في عدم تنفيذ القوانين حقها دكتور حيدر الآن ليش؟ لأن القانون أساسا مشرع لكن ما منفذ بطريقة صحيحة لو كانت هذه القوانين المشرعة تنفذ بطريقة صحيحة ودون التوجهات السياسية الآن القانون لمن يضرب مصلحة سياسية معينة ليترك القانون على جهة ويشتغل بالأعراف وغيرها من الجوانب الأخرى وهذا مما أظهر في المواطن حسب القانون الآن لدينا لجنة عليا هاي اللجنة العلية رأسها قاضي في عملية التقديم والاعتراض لدينا قسم موجود في كل محافظة لدينا إضافة إلى شعبة موجودة في كل قضاء إضافة إلى فروع في جميع الأقضية والنواحي هذه الفروع هي من تتولى عملية الآن المليونين نقسمهم على 18 محافظة على جميع الوحدات الإدارية الموجودة خلينا نفترض محافظة بابل على سبيل المثال لو كانت حصتها الآن من المقدمين حوالي 200 ألف خلينا نفترض في الشكل هذا كم وحدة إدارية في بابل لديها وحدات إدارية حوالي 20 وحدة إدارية إذن عشرين مركز يحتاجون عشرين هنا موجودة لكن الآلية المتبعة عدم تطبيق القانون هو السبب عملية الشمول الورقي السابقة كانت هي تقدم من قبل جهات سياسية ما كان القسم هو من يستقبل العائلة الفقيرة هو يبت حسب القانون الشهر ترجع لك النتيجة أنت مقبول أو الغير مقبول لم تطبق هذه الفقرة ليش من المقبول؟ عندي عمليات تفتيش وعمليات ملاحظة كثير من هذه الأمور هناك أوراق كثيرة متروكة من قبل المؤسسات ولم تتم عملية الشمول ولم تتم عملية البحث أساسا على هذه العوالي للأسف وأنا أقولها بمرارة والكثير من هذه الجوانب هناك تجاهات سياسية ذهبت بدعايات انتخابية وليست لغرض خدمة مواطن حقيقية على سبيل المثال شنه ذنب المصاب المريض العاجز ومن هو من مصاب بالتوحد ومن هو لديه إصابة عجز كلي وغيرها من الإصابات بالنسبة للإصابات المنغولة وغيرها هذه الفئات الكثير معتمام شمول والسبب يعود أن هذه الفئات الشرائح المريضة يقوم بعض السياسيين الضعفة النفوس في هذا الموضوع يعتقد أنه هذا ما راح يعرفه مو مثل الشاب لما يعرفه وغيرها دعاية انتخابية فيذهب إلى عدم شمول هذا ويعطي الأولوية لمن هو يدرك اسمه ومن يعرفه حتى التونية الموجودة بمن تتعلق الستراتيجية الموضوعة بالعراق للأسف استراتيجيات متغيرة مع الحكومات ما تجي حكومة تكمل استراتيجية الحكومة السابقة كل حكومة لها رؤية الآن أنت وصلت إلى مرحلة 50% ليه شيء أخي من تجي تبديلي ما تؤمن بديش استراتيجية ولا الخطة الموضوعة تبدي من جديد من الصفر ولذلك تلاحظ عملية المفروض مع المعالجة الموجودة كل ما تتقدم يتقد نسبة الفقر لدينا لاحظ لما نجي على سلسلة تاريخية الدكتور كذلك معي 2008 كانت نسبة الفقر 14% على سبيل المثال بالمئة 2012 انخفضة صارت 9% 2014 صعدت صارت 16% تذبدو شوف 2018 أنا عندي 16% 2022 عندي 31% يعني شلو التخبط وين الخطة الموضوعة وين الاستهداف الحقيقي للشراح الحقيقية يعني أنت زيد لنسبة الفقر أنت تقول أنا مستهدف هذه الشراحة إذا مستهدفها المفروض تخفض عندي إذن الخطط الموضوعة أساساً الخطط الموضوعة هي مو خطط صحيحة لذلك أنا دعا أقول لك سيدي عملية معالجة الفقر استاذ الفاضي لا تتم فقط من الحماية الاجتماعية هناك أماكن تمكين موجودك على سبيل المثال كل الدول والمنظمات والعالمية تأتي لعملية الشراب استقطابهم إدخالهم إلى ورش أعطاهم منح وقروض فتح مشاريع مؤمنة هست المشكلة مرسلنا المشكلة أكوناس أساساً عندهم رواتب أساساً عندهم بيوت ملوك أساساً عندهم قيعان عندهم حالتهم متمكنة بس برغم أن يشد دكتور حيدر يأخذون رواتب حماية شماعية هذا حساب عوين ما أعرف يعني ماذا خير يأخذ هم فلوسه في الدولة بس دياق الحق الآخر طرف الثاني يعني إحنا مع الأسم الشديد إذا لم يكن له وازع ديني وازع أخلاقي قيمي يعني شو يسوي هذا يمكن أن يختلفوا على هذه الحياة يا دكتور المفروض أكون هناك سياقات ومحددات ومنه اللي يحتاج ومنه اللي يحتاج بعيداً عن الدين والأخلاقيات أنا أقول أفضل كلمات لطيفة وجميلة ويقول أكون قوانين كذا أنا إذا أحسب أربع ساعات قاضي يقضيها في مراجعة هذه الأوراق المقدمة له على أساس أنه تحت خط الفقر العائلة قدمت أوراقه تريج قد يحتاج ل ميتين واربعين دقيقة إذا داوم أربع ساعات بسبب اللي جناب النائب ذكر أنه ميتين ألف متمام أفترض تفترض ميتين ألف دقيقة إذا دقيقة دقيقة هاي بالاعتراض القاضي روحنا فقط للاعتراض الدول الآخرين اللي يفرزون هذه الاستمارات كم دقيقة يحتاج كم استمارة بس قراءتها أنا قدرتها بدقيقة في ميتين للي بدقيقة هذا جهد يعني جبار إذا صار فعلا بهذا المشاورة لكن مداخلة مع الدكتور في هذا الشيء أحسنت أطرق المتبعة المتبعة عالميا المواطن ما يطرق باب الدولة الدولة تطرق باب المواطن أنا عندي تابلت موجود تابلت موجود نظام يدخل بالموبايل حتى تأكد الآن أنت تطرقت عن عوائل ما مستحقها تمشمولها هو ما انطلع إلى هذه العوائل الباحث ما وصلها هناك جهات متنفذة استخدمت هذا الباحث لأغراض وأغرته تمشمولها لأغراض سياسية وهذا أساسا جايك في هذا الموضوع أما الآلية المتبعة يذهب هذا الباحث من خلال هذا الجهاز يعبي المعلومات المطلوبة ويرسلها مباشرة للوزارة ماكو تقديم أنا أقول هاي العائلة مساء عندي هذه المنطقة الحية اللي موجودة بأكمله أنا أعرف منهم احتاج الكثير من العوائل لا يدرك عملية استخدام الانترنيا العوائل المناطق النائية المناطق النائية والفقيرة هذي خارجها كيف يتم استهدافة من خلال المسح الميدان اللي موجوده وهي طريق ناجح زيناني شلون يعني أظل للعشرين سنة جاي أظل أسوى مسح ميداني وجود زيناني المسح الميداني تحديث فقط يصير عليه هذا اللي هو بالبداية يصير قاعدة بيانات ثابتة وأنا لديك دولة المفروض الدولة يكون راعية لمجتمع الشعب سيدنا أبا يذكرني بالتسعيدات عدنا سيارات لا أعرف شوي نخفف عن المواطن عدنا سيارات بس ما عدنا نشتري تاير الهين التسعيناك ما صارت نخلي على الطابوقة ما عدنا نشتري تاير لأنه ننتظر تاير الديوانية شوكت يطلع وكذا وعطلنا عن العمل والحياة اليوم نحن دا شبه حياة مثل هاي عدنا بيت بس ما عندي أصرف عندي وظيفة مثل ما قال السيدنا بس وظيفة ما تجيب همها يعني يقول لك أنت تاخذ الراتب بل أن بعض الموظفين يأخذوا منهم بدوائرهم والله دا نصلح الحمامات والله دا نبني لكم فلان موضوع يأخذ من الموظف وهذا يغطى على فساد الدولة فساد بعض المسؤولين السابقين اللي لم يحاسبوا اللي الأموال اتصدرت للخارج وصار عنده كذا سيارة وصار عنده كذا بيت وصار عنده كذا قطعة أرض وصار عنده مزرع عمال دواجين ودخل بها معامل ومصانع واستثمارات والمواطن الفقير محجوبة عندنا هذا أو اليوم هسا الآن بيسوي لي شغلة جديدة حتى يزيدون خط الفق يش سوى يقول لك الموازنة الجديدة والرواتب الجديدة أيضا حتنقص من عدها هذا يش سوي لك مع ارتفاع سعر صفر زينيش قد أصلا المخصصات أساسا نحن كل هذا وخصصات من موازنة الجديدة هذا الفقير يقول لك خلي رحي يشتغل نحن هذا ننطيع عانات حماية يأدري إلى متى ما يوصله نظيف للبيت مالته إلى متى يبقى الإنسان بلا سقف إلى متى الإنسان يبقى ما عنده باب يسدها عليهم ويقعد إلى متى الإنسان يبقى ينام على الأرض ويتحمى رطوبة الأرض والمواطن العراقي نحن عندنا غالي وأن قيمة الإنسان عليا في كل الأديان السماوية حتى بالقيم الوضعية حتى لو كان مهما يكون هذا الإنسان أقول الإنسان لا يظلمه نحن اليوم نظلم المواطن نحن نعم جزءانهم أظلم في جانبهم معين حينما أركب سيارة فارغة وألبس ملابس حلوة ويقول لك دونة يتحدثون ولابسين ملابس من أفخر الثياب وساعاتهم أجمل الساعات وموبايلات وأنا مهتوك ما عندي وذولة يحشون على ألمي يدوسون على ألمي زيادة نحن نحل هذا الموقف يا أخي نحن ما عدنا أحصائيات في هذا البلد لحد الآن نحن ما سوينا تعداد سكان دكتور والله هذا الموضوع كل شي بسيط أولا التعداد سكان يعني خليني أنا اليوم مواطن أنا موعلان أنا اليوم مواطن عندي تجربة خارج العراق هذه التجربة أشياء تشخصيا هاليوم أنا أسوي حكومة إلكترونية شلون كل مواطن كل إنسان أعتبره معداد أنتو كلكم تعالوا أشغل البنوك بيجي حالة البنوك العراقية طبعا مو بس فقط التي بي آي اللي تابع لرئاس الوزراء وإنما كل البنوك تعال أنت كل مواطن عندك اليوم كارت مالبونج ماتك يعني أكون دول بأوروبا يمكن صلي يعني فترة طويلة مش هاي فلوس نقد بيديهم ما كوا نقد كل بالبنوك كل عبارة عن أرقام كل مواطن عند هذا الكارت مالتك عند هذا النقد ماتك عندك كارت يا واحد تنباقل مالتا أنا ما ندري حسا شنسوي لعدي شون برش لعدي شون برش لعدي شون برش لعدي شون برش لازم نسوي أنا دا أقول فجوم من نقعد من نصر ونقعد ما عندنا خزينة لأنه انصرقت كلهم من البطاقات نقعد نحتاج أنا عدي كارت حضرتك عدي كارت حضرتك عدي كارت ما عديك شغل أوكي على عين وعلى رأسي تجي تعال أنت اليوم أنا اليوم كدائرة كدائرة اجتماعية جيب لي أوراقك وجيب لي كشف لحساب مرتك وانا ثلاثة شر الفاتت لازم شينو هذا باتفاق يكونوا حتى أصحاب العمل نفسهم أنت بعد ماكو شي اسمه باليد لأنه باليد تصير بهواية تفاصيل ممكن يقول لك يأخذ باليد فلوس باليد يسموها أسود شغل الأسود بعد ماكو شغل أسود أحول كل إلكتروني مو إلكتروني مو هو الله والله العظيم هو الخدمة الدولة قبل ما خدمة المواطن سير هكار سير هكار أستعد عليك يا فكوياني هذا ما شون بالله صريقة المتبعة جنابك الكريم التي اتفضلت بها هي بالعكس طريقة تنظيمية صحيحة متبعة في أغلب الدول الآن نحن عندنا الماستر كارت لكن لحد الآن ما وصلنا إلى مرحلة الشراء عن طريق الماستر كارت ومفاعل هاي هم تقافة ونوع من أنواع الحوكم الآن الحوكم الإكترونية المفروض أن نقضي بها على الفساد الموجود بين مؤسسات الدولة حتى الآن لم تعمل الدولة بشكل صحيح على نظام الحوكمة وهو جده المهم حتى في عملية الآن الحماية الاجتماعية تدخلوا من الفساد شو فيها فساد من يقدر لحكم استعدوا لا لا بالنسبة كدور رقابي عندي الكثير من المؤشرات وعندي ملفات مفتوحة في هذا الجانب وغيرها من الجوانب الأخرى من مؤسسات الدولة عدم الحوكمة أساسا يعني باب من أبواب الفساد الآن اضطرختوا على سرقة القرن سرقة القرن الآن منهم سيطر على المنافذ الحدودية والوصولات والقطوعات وكيف تدخل هذه ما يوجد حوكمة مبالغ بأيادة غير أمينة للأسف نصل إلى هذه المرحلة المعالجات التي تتم يجب أن تكون متنوعة ليس بعدد الدوائر الرقابة روح المواطنة الموجودة الحقيقية وتنظيم تنظيم نحتاج إلى تنظيم معالجات الفقر الآن الآن هو أسباب الفقر شن هو غير نعالج أسباب الفقر حتى نجي مو نطي فقط أطي أطي مبلغ وغير نشوف السبب المشكلة شن هو جذور المشكلة شن هو يجع عالج جذور المشكلة وبعد ذلك يذهب إلى النقاط الأساسية والجوهرية في هذا الموضوع دائرة وزارة العمل وكذلك الوزارات المعنية نحن الكثير من معالجات الفقر على سبيل المثال الآن العائلة اللي مشمولة بيرات بالحماية الاجتماعية أو نقول عليه هالعائلة تعد خط الفقر لديها الكثير من المتطلبات هل فكرنا في عملية أن يكون لديها جانب في التعليم ومساهمة بالنسبة للتعليم الأهلي بالنسبة المدارس الأهلية بالنسبة للدخول في الجامعات بالنسبة ليزهجهم في معدل مثلا سعبيل المثال أساسيات الحياة بعدين جزء جزء الآن وطيت راتب 250 وابناء دائم مدرسة أهلية يدفع مليون ونصب الشهر بالسنة ما سوى تفشي أقوم مقومات أخرى المفروض تكتمل معها الآن يجب أن تكون لهم نسبة هذه العواد تكون لها نسبة في عمليات مثلا على سبيل المثال المنحة المجانية للتعليم المنحة المجانية إلى نسبة المفروض وتؤمن هذه النسبة هم منحقهم الكثير من هذه العوائل هذه العوائل التي نقول عليها العوائل الفقيرة شوف معدلات أولادها جدا معدلات جدا عالية 97 98 لكن ما حصل طبية ليش حرمة ما يقدر يتنافس ويدفع المبالغ من طلب وهو صاحب خبرة المفروض هنا أرعاة دعونا أن تشلى من هذا المكان أرعاة يكون هو إلى الأولوية الأساسية في الدخول في المنحة المجانية وهاي الجامعات الآن نقدم منحة مجانية والآن هسا وقتها وقتها هذه المفروض أهتم في هذه الشرعة نحن لازم أكون معالجة مقومات الحياة الأساسية في هذا التعليم جزء أساسي تعلم أنت الآن من أسباب من أسباب الهروب من المدارس تسروا تسروا أسباب أحد أسباب الفخر نزل يعني ذكرت في القضية سيد أمير أنه لازم أوفر ولازم أسوي ولازم كده مقومات الحياة العادية اليوم نفرج جدلا مستقبلا هذول الناس تمكنوا الله سهل لهم بشغل صار عدن فد مورد ثابت الدولة شرح تعرف مستقبلا أنه هذول الناس تمكنوا بالمقابل لو فرضنا جدلا أنه الراتب ظل مستمر ينزل على الكي كارت في حال إذا أجل أدن كي كارت طبعا يستلمون بي أولا نقول لك نحن قاعدة البيانات ما قال السيد النائب سيد أستاذ أمير أنه يصير تراكمية تراكم تتراكم تتراكم المعلومات إلى أن نعرف هذا المواطن وصل من خلال ربطة بالدائرة النفس شلون يعني برد أنا إذا علمت مهنة وشفت أنه ديش طول ليش ما أخلي نسبة أرباح ترجع إلى وزارة العمل وشوى الاجتماعية أقول لأنت ويا يا أخي ما أميل إلى الشخص الواحد أنا خاصة فيه شنوع من التجارب أنا أخلي شراكات تصير بهم مجموعة ممن يمتلكون مهنة واحدة مهنة واحدة نجار كم نجار تعالوا سولنا الشراكة ونشوف نسوى مسابقات ببياناتهم أيهما بالإمكان أن يستثمر في هذا المجال ويجي بأرباح أنا مو أنطي لفلوسه أقول لأروح سوينا فرانسامون موهاي فرانسامون ظالم موجودة هذا مو مو عملية إنتاجية هاي استهلاكية أنا أروح إلى إلى أماكن أستثمر بها من أفعل أدعم هذه الشريحة أولا أنا صنعت مثلا سأله هاي المليونين ونص أستاذ أمير لو كل واحد منهم خيط دجداشة مليونين ونص دجداشة أقدر أسوقها بالمجتمع أقدر لو ما أقدر ستائر اليوم أنا دعا تروح أنت تريد سوي لك ستائر هاي اليوم أبسط ستائر يمكن 250 ألف دينار لو أعلمه يخيط ستائر إنتاجي لو أعلمه شلون الآن يسوي مثلا هاي التخم القنفات مجموعة يشتركون يصنعون هاي التخم القنفات تدري التخم القنفات بالمعلومات هذه الفكرة اللي فددت أحتيها دكتور أنا آسف المقاطعة هاي الفكرة الدول تنطي عليها شهادات خبرة مستقبلية نحن أنطي شهادات خبرة هم أزودتهم شهادات خبرة أنا أجيب مجموعة من الأرامل من المطلقات وأدخلهم في ورش خياطة وأقول لها انت جي هل قد إليتش هل قد إنها وإحنا نسوق ماليش علاقة بالموضوع لأنها ما تعرف تسوق وين تسوق غير من منطقتها جزء ما حد يشتر من أعدها زي من ينطيها الأزياء والشكل والمنظر اللي يتناسب وطبيعة المجتمع اليوم العراقي هاي من ينطي ينطي الخبراء اللي قاعدين في وزارة العمل وشوء الاجتماع يقولوا له بهذه الموديلات أتفضل إذا أعلمكم عليها أن تجون هكذا نوع من وديل يضاهي الصناعة مثلا الصينية يسكننا لابسين لو صيني لو تركي لو ما أدري من هاي دول الجوار ما عدنا ثوب عراقي طيني خميس عراقي بدلة عراقية مال فلان دولة يزيل إيش ما أضاهي في هذا الموضوع وطهي مكينة الخياطة ويقعدون أيضا في مكان معين ويسوون شراكات وكل مؤسس يتحقق نسبة ربح والله هذا البنك المركزي العراقي واني قعدت وياهم ممكن أن يدعم هكذا نوع من المبادرات ودعمه شخص كان يبني مساكن شعبية للفقراء وفعلا دعم البنك المركزي العراقي بمبلغ حتى يطور من هذه الإمكانية في الإسكان انا اليوم أحتاج أن تتحول وزارة العمل انا مو انتقاذ بس وزارة العمل ما عندي مشكلة ويا وزارة العمل والله ما عندي مشاكلة لا لا ولا عندي رئيسة وزارة مو مشكلة هذا انا مشكلة المواطن العراقي اللي دا يتراجع دا ينكفئ دا يمرض ابن ما دا يروح للمدرسة ما عنده سرير ينام عليه ما عنده حنفية ينزل بيه انا نسبب بيوتنا ما يوصلنا موي ما يوصلنا موي الا ما أطور الكهرباء ما توصلني وطنية السمية استعمارية ما عندي كهرباء وطنية دا أدفع للحكومة ودا أدفع خاوة للشارع تقولها بصراحة يعني شونا الأمبير بخمسة وعشرين يقولون حمسة وعشرين علي هذا الفقير ياخذ لأمبير واحد دا تدفع كهرباء للدولة آني طبعا ادفع كهرباء اشتوا يوميا ما شاء الله جايتني وقلهم هذا شي يقولون العداد والميزانية هذا الفقير ما عنده ميزانية ما عنده عداد مال إسالة لاستهلاك المياه إذا أجر لأمبير واحد من الشارع خمسة وعشرين يكلفه زين هذا ما يكفي لأمبير واحد أنتكفت خمسة أمبيرات هذا غير ما معمول بأنه مية وخمسة وعشرين ويشيلها من أنا يروح يتفعها لأبو الكهرباء لأي خمسة أمبيرات عده ابن يريد يقرأ يريدون يشوفون تلفزيون ابن صغير يريد يتفرج برنامج لو طالع بالشارع لو يطلع يتسول لو يتعارك بيت جوار ينصد طفل معنف وما عندنا حقوق الإنسان وضاع حقوق طفل مثلنا تحجي وتقول لك لا والله أنت مدى تحجيب أنصاف يعني بالنسبة لي لماذا محشون أنصاف لا لا أنا علي في وقتها في زمن الدكتور عبد المهدي لما رأي يسوي الاتفاقية الصينية الشعب طلع ضده وما عرف أيش ولكننا نعرف كل التفاقية حسن الموضوع راح من الحال السبيل أرجع لهذا الموضوع سيد أمير سيد أمير شون راح تعرف الدولة مستقبلا أنه هذول الناس اللي أنا أدى أوفر لهم رواتب شهرية هذول الناس وصلوا للاكتفاء الذاتي في حال إذا الدولة ما كانت عندها قاعدة بيانات أو حوكمة أو حكومة الكترونية هو أحنا عفوا إحنا ما نقلع أعليه اكتفاء ذاتي اكتفاء الذاتي يعني تهبا اكتفاء ذاتي مونا تشتغل وصارت المورد أكو تقييم أكو تقييم مستمر موجود لكل عائلة يسمونه البيان السنوي هذا البيان السنوي تحديث هو للعائلة الشجرة عليها من التغيير طبعا تحديث مستمر كونه صار متغيرات صار موظف أو غيره فيتم استقطاع الراتب ما التبناء على ما يقوم به الباحث كل وحدة إدارية يوجد فيها قسم معين يسمى هو بالباحثين هذا طبعا مشرع بقانون لكن للأسف كذلك ما مفعل بالطريقة الصحيحة هذه واحد الثانية عملية كل مشروع لمن يبدي يبدي مخترح هذا المخترح الآن لمن نريد التنفيذ يبدي بعملية التنفيذ بعد التنفيذ عندك النتائج شنو صارت به وراء النتائج هذا احتاج إلى مراقبة دورة مشروع كاملة فتطلع بالنتيجة المقاومات التحديات الإيجابيات السلبيات شونه تم معالجته كل مشروع حسن من ضمنها هذا المشروع الآن الدراسة اللي موجودة لهذا المشروع هذا المشروع جزء من عنده ساهم في البطال الآن عندي طاقات انتاجية على الشاب لما يكون عمره 18 وعطيه راتب حماية وقل له تشتغل لأن أنت بس تشتغل راح أقطع عندك الحماية سويت به جمت ليش عب ليش يستمر راتب مع الحماية لأنه يشتغل هو هم يخاف يقول لك هذا المشروع ما مؤمن خو بالعكس قال لي يشتغل وإنه لتقاعد أحسنت هو نحن نجي إلى الآن نحن في صدد سمعته الآن قرأينا القراءة الأولى لقانون التقاعد ضمن للعمال والقراءة الثانية تم قراءته هذا القانون مهم جدا هذا القانون يضمن راتب تقاعدي لجميع شراح المجتمع على سبيل المثال كان القانون السابق ما بيضماني الاختياري الضماني الاختياري الآن أنتم في الاستيديو تابعين إلى جهة معينة بإمكانكم تضمنوا نفسكم ويسير لكم إلى راتب تقاعدي صاحب التكسي بإمكانه يذهب مباشرة يضمن نفسه في دائرة الضمان إلى راتب تقاعدي وخدمة محتسبة دون رب العمل لا يحتاج هنا تكون الدولة كفيلة بدفع 9% عن الاستقطاعات التقاعدية الموجودة وكذلك صاحب المحل والمحل التجارية والحداد والنجار وغيرها هذه امتيازات له هذه الخدمة تنقل إلى لغرض العلاوة وترفيع التقاعد عندما يذهب إلى القطاع الخاص يعني أنت لما تكون عملك في هذا المكان 10 سنوات وتعينت بعد 10 سنوات تنتقل معاك هي ودرجتها ضمن الدرجة الخامسة السادسة السابع يعني خدمة منقولة الغرض العلاوة وترفيع التقاعد هذا الطبيعي المفروض هذا بنفس الوقت بدعم إلى الشركات الشركات الخاصة والمعامل المصانع أخي احنا عدنا معامل بالعراق الآن معطلة هي كفيلة بتشغيل هاي الشباب ما ينفق الآن في الحماية ما ينفق على هذه المعامل أكيد رح يكون إلا دور وزارة الصناعة ووزارة التجارة لا بد أن يكون إعادة نظر في جميع هذه المصانع للأسف للأسف وهناك أغراض سياسية وأياد مخفية في عدم إكمال هذه الحلقة لأن هناك من هو مستفيد من عملية الاستيراد والتصدير اللي موجوده في حال تشغيل هذا المعمل سوف تيقف لازم عملية الاستيراد أنا علي أن أحفظ المنتوج المحلي والصناعة الوطنية الموجودة داخل البلد وهذا كان مؤمن سابق إن كان العراق عند اكتفاء ذاتي بالصناعات أغلب الصناعات نرجع لعملية الاكتفاء ذاتي أغلب الصناعات كان عندنا اكتفاء ذاتي البعض منها اللي هو ما يسد إن كان المعمل ما عند الطاقة الانتاجية إن هو يغطي كافة المحافظات أدخل البضاعة لكن أفرض عليها رسوم وأفرض عليها ضرائب بنسبة بحيث من يجي مو يجي أرخص من المنتوجان اللي صنع داخل البلد وبذلك تصير عملية تكافل وتوازن وعدالة اجتماعية في هذا الموضوع للأسف الآن أنت لمن الآن أخونا الفاض الدكتور حيدر قال هاي صنع على سبيل مثال هاي الدجداشة إذا أنت تجيبها من الخارج بعشر تالاف وخمستعش وأنا هنا تكلفني ثلاثين شوان رح أنجح ما رح أنجح فيجب أن تكون هناك عملية دراسة لهذا الموضوع والقوانين المشرعة وتشريع قوانين تحد من خط الفقر وكذلك تقوم القطاع الخاص الذي يعتبر الآن منافس أساسي للقطاع العام عملية توازن في هذا العمل وهذا جدا مهم ما ممكن تجيب الدولة 41 مليون كلهم تعينهم ما ممكن صندوق الضمان اللي هو الآن صندوق تقاعد على القانون الجديد إذا الله وفقنا وتم تشريعه وتم التصويت عليه وهذا إن شاء الله ما مؤمنين به سوف يفتح فرص عمل كثيرة في هذا الشأن وسوف تكون هناك طاقة إضافة إلى القروض القروض الآن المشاريع الموجودة هناك نوع من القروض قروض مشروع فردي وقروض مشروع جماعي الآن من الثب إلى عملية طبعا المشروع جماعي يعني مجموعة تشترك في مشروع معين بعضها ذهب إلى عملية أخرى قال إحنا ليش نطل فرد نفس مبلغ إحنا دول المجموعة الشباب العشرة يقولوا إحنا عدنا فكرة نسوينا معمل ينتجيش يسووا لهم المعمل بسميطهم المبالغ لهم يسووهم بالمعمل أنت مو إلك 25 مليون أنتم عشرة صار 250 مليون هذا المشروع مشروع جماعي بعد أربع سنوات خمسة هو رجعت لك الفلوس تلقائيا لأصحابها وتسدد بعملية بسيطة إلى الدولة جدا بسيطة يعني ما تكلف ودون أرباح هاي الآن القروض دون أرواح كونها الغرض التشغيل زينة منها هيحصل عليها القروض يعني يحصل عليها المفروض الشباب زينة المفروض نعم الشاب العادي لو لدينا واسطة لا لا إحنا طبعا هسا هي الواسطات وعمليات المحسوبية والمنسوبية والمحاصصة وغيرها هسا هذه موجودة أو ما موجودة موجودة لكن يجب مكافحتها أكيد إحنا الآن في وضع حقيقة العراق ما يتحمل بعد أكثر مأساة والله ما يتحمل وعلى القوة السياسية إدراك هذا الوضع سيلا ربما حنتقلوا يؤكلوا كلام سياسي وعلي ما يكون سياسي موغم معاك لازم يدرك العراق العراق يعني في هذه عملية ما يجري من مخططات ومن إخفاقات سياسية ومن حكومات متى تالية للهاوية للأسف إذا لم تكن هناك دراسة حقيقية في عملية كافة القطاعات ليس القطاعات نتكلم عن قطاع واحد لأنما قطاعات الصحة قطاعات التعليم قطاعات التربية الخدمات كافة الجوانب الأخرى تحتاج إلى عادة نظر وعادة تقييم ومعالجة حقيقية لما موجود من إخفاقات سابقة إضافة الآن العراق ليست بلد فقير العراق الحد الآن لم يتم العراق غير عملية المنتوج النفطي لدينا هناك الكثير ممن بإمكان استثمارها وتعظيم واردات الدولة تمام العراق ممر لجميع الدولة أموقع طعا صغيرة ويعطي العزيز سيد النائب كلامه كلش حلو ومنطقي وسليس ومزين ويا أنا ضد نحن مو ضد أحد نحن ضد ضد الذي يفتز العراقي ممكن هذا اللي نحتوي ومو ضد الدولة العراقية دولة دولتنا وحب الوطن من الإيمان مثلا ليش يجينا تجينا الدجداشة من الصين سعرها ملاليم والصين فقيرة احنا أغنى منهم ترى يعني قياسة كشعب ومال لا اقتصاد نعلم من اقتصاد الصين يعني إذا كمواطن دعشة أنا ليش من الصين تجيناها قاطع المسافات وضرائب والمواطن العراقي لما نصنعها تطلع أغلى ليش تدري سيد ليش لأن لو كان الانتاج بيوفره يصير أرخاص لأنني ما علمت شنون أصنع الغزل مين أجيبه دجداشة ديني سورة من الصين ها العياد العاملة رخيصة لأنني دا أجيب لقماشي من الصين لأنني ما صنعته في بلدي قسنا نصنع السجاد العراقي ليش نبيعه أغلتها من دين سجاد بمواصفات نعم ورغم أنه السجادة اللي نصنعها إحنا إدويا الهقيمة عليا لم ننصدرها الخارج ليش ما ننتج سجاد مثلا إحنا اليوم دولتنا كانت زراعية ما وين دولة العراق الزراعية ننصدر الثمن والتمور والحنطة والإشعير نصدرها الخارج وحتى الإدرة اليوم اتحولت هاي المساحات الشاسعة اللي ممكن يشتغل بها الفقير والي سيتسمشة بالهور راح انتهى لا أكو هور لا أكو زراعة لا أكو صناعة التمر اللي كنا نسوي دبس هنستقبنا نستواجل من الخارج ودوال الجوار والله للعسف الطيارة الطيارة منتوصل منتوصل فوق يعني فوق الموصل وجاي بعد ما صير أرض السواء من خلال الله أرض الصفار من الإتراب حبيب شو نشتغل احنا غير من خلال الزراعة اليوم أكثر الفلاحين عافوا راح صار ضابور راح صار شرطة بالمرور عاف وظيفته صار مدري بغير مكان وانتهت الأراضي الزراعية الآن اتحول بناء لشوية بيعت حلو مسبح على علاقات اجتماعية حتى السمش قام يجيبه حتى الطماطع والاخيال قام يجيبه من السوق وهم يدري احنا شو نشغل احنا اميل الى المجامع وقلتهم مرة ثانية حتى الحل هاي المشكلة اميل تعالوا انتوا طلاب جامعة كلية الزراعة شن اختصاصكم تعليم تعالوا خياب التعليم انت جن اختصاصك كل مجموعة الطلاب يسويوا الشراكة واضمن لهم من السنة الاولى الى السنة الرابعة موش احنا عندنا الطلاب يدرسون على نفقة وزارة الدفاع مثلا يطلع طبيب او يطلع مهندس في مكان يضمن حسطة في الوظيفة لو ما عندنا عندنا لكن المندة تصير هذه الوظائف اكيد العلاقات معينة الاحزاب السياسية تنافسك على هاي الوظيفة اكو ناس لحدنا ما متعينين انا دولة شون هعرف اذا هو عنده وقاعد بس ما عنده ياكو تحسبهم من التعفو في اغنياء انا شون اراقب هذا اقول ما عنده شون احس بجوعه وحرمانه وشون من يشوف اليوم ناس تركب جي كلاس سعر السيارة مدرب بيش وبالشارع يتباهون برقامها ويطلع هذا ينتمي الى جهة ما معينة وهذا الفقير ما عنده والله انا له حاكم عادي اللي اقول له تعال جيبه وزعه على الفقراء والمساكن انت من اين لك هذا انا اليوم من اسأل اي شخص اقول له جد راتبك يقول لي مثلا راتبي اليوم اسأل على حساب الدكتور جامعي مثلا استاذ جامعي اقول جد راتبين 3 ملايين بس ما تكافيني ايش لون شوك تتنعم هو شوك تشاف الراتبي اليوم تردون هم ترجعون عليه ترجعوا الى خط الفطور انا صار لازم اختم دكتور حسنا نختم بس بألم بس والله ألم بس بنعم أو بلا ممكن يصر عندنا من اين لك هذا في يوم من الايام ما اعتقد سيد امير اساسا موجود ولكن الدور الحقيقي على سبيل المثال الان من رتبة مقدم فما فوق علي لازم كشف يقدم كشف ذمه مالية موجودة سنوية تقدم مجلس النواب الوزراء الدرجات الخاصة كذلك العسكرين وغيرهم هنا للأسف هذه غير مفعل انا اتكلمت معك بداية حديث قلت لك كل شيء بالعراق موجود لكن التفعيل قد فعله على الفقير ما فعله على الانسان الفعل المفوض يفعل عليه القانون للأسف النائب أمير المعمورية واحد أعضاء لجنة العمل النيابية شكرا جزيلا واني اشكر صراحتك حفظك الله واتمنى ان تسامحنا شوي خف لا أبدا احنا مع المواطن والصراحة مع المواطن مطلوبة دكتور حيدر الدهوي الباحث الاجتماعي والمواطن العراقي باشر بإذن الله نفس زمان نفس المكان وطل لعبة السياسة مصطفى سعق